أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على الاهتمام بمشروعات الطاقة النظيفة وأضاف مدبولي أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشهد مشاركة فعالة من قبل الشباب المتطوعين الدولة المصرية النهاردة حتى خطة واضحة جدا لغاية 20-30 أن يبقى على 20-30 يبقى 42% من الطاقة المنتجة في مصر في صورة طاقة جديدة ومتجددة كان أحد هذه المشروعات اللي عدينا عليها النهاردة شركة دولية غير مصرية هي اللي بتعمل هذه الاستثمارات بتقترب من 180 مليون دولار حتنتج 200 ميجا إن شاء الله في شهر إبريل القادم حيبدأوا يخرجوا للإنتاج وبالتالي كل ما بننتج هذه النوعية من المشروعات مشروعات الطاقة الجديدة ومتجددة كل ما بنقلل اعتمادنا على الغاز وعلى المزوت وعلى الوقود الإحفوري في إنتاج الطاقة وكل ما يدينا فرصة إن احنا نوفر الوقود الإحفوري عشان نقدر نصدره ونجيب عملة صعبة دخلنا على الحقيقة على قرية فارس وكنت حريس على زيارة عدد كبير من المشروعات اللي موجودة في قرية فارس ووقفنا مع المواطنين واستمعنا إلى بعض الأفكار الخاصة بالمشروعات اللي بتتعمل هناك ويمكن أنا يعني بنتهز الفرصة إن احنا أشكر كل الشباب الجميل المتطوع في مبادرة حياة كريمة في كل قرية النهاردة في كل حتة في مصر بنلاقي يعني مئات من المتطوعين في القرية نفسها من شباب القرية بيشتغلوا بدون مقابل علشان يحققوا النجاح في هذا المشروع الكبير وشوفنا يمكن زورنا العديد من المشروعات في هذه القرية